شكراً دينا على المجهود والدكتور سعدين هلالي السلام عليكم ورحمة الله مولانا عليكم السلام وبركاته 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 في كل مشاهدين ومشاهدات في كل وقعة في كل حدثة ليه علاقة بالجنس اللطيف تصار قضية الحشمة والحجاب يعني على طول يعني لو ما كانتش حتى ليها سبب ليها ثم يظهر الأمر فجأة يعني حتى لو لم تكن سبباً لم تكن موجودة يوم والتاني تظهر قضية الحشمة العفاف الحجاب السلوك محاسبة الناس بشكل صعب دي آخر سلاح للإسلام السياسي يعني متمسكين بهذا السلاح لخطاب الغرب لا لخطاب الله عز وجل لا يريدون وجه الله وإنما يريدون وجه الجهات التي تحميهم إن إحنا أسلمنا مصر إحنا أصحاب الصوت العالي في مصر إحنا بنطالب بتطبيق الشريعة اللي هم فاهمينها أنا عندي قرآن وعندي أحاديث نبوية معروفة وعندي فقه مالك وفقه أبو حنيفة وفقه الشفعي لكن ما عنديش كتاب اسمه كتاب الشريعة من عند الله عز وجل وإنما كلمة الشريعة كمصطلح عندما يطلق يراد به فهم من يتكلم قناعاتي في هذا الدين فبيقدموا على إنه دي شريعة طيب اضبطوا ويكتبوا عشان غيرك يضبط ويكتب فده السلاح الوحيد اللي بيقدموه للغرب عشان يقولهم شوفوا عدد المحجبات ليهمهم الصدق ولا الأمانة ولا الإخلاص ولا جدية في العمل ولا النجاح في الدراسة ولا الترشيد في الحياة ولا التعامل الأسري ولا السمعة الطيبة للإنسان نفسه ولا حسن الخلق كل اللي يهمهم الحجاب لإن الحجاب ده هو الرمزية لعدد المسلمات أكيد عددهم هيبقى مضاعف عشان الزوج هيبقى مسلم وهو ده اللي كنا بنسمعه في الخطاب الديني في 2012 لما قالوا هنعمل مليونية النقاب مليونية الحجاب مليونية الشريعة مليونية الشريعة كل المليونيات اللي تتعامل بعبادات إن كانت عبادات أو عادات إن كانت عادات يجعلونها كأساس مظهري لإن ده سمة للدولة حضرتك تعلم بإن المتجرة بالحجاب زي ما انت شفت كده تحولت نيرا من فتاة محتشمة محترمة الكل يجلها في مظهرها وهي مقتنعة بذاتها وطلق الله بقناعتها لا بفتوة الآخر حجبوها قرية متعنطر البعض الإفراد أفراد صوروها وحجبوها جالي بعض التريفونات من البلاد الأوروبية قالوا لي أنت تعرف الهدف إيه قلت لهم أنا فهم إن كانوا من الدعاء لها نترحم عليها إزاي وهي مش محجبة فحجبوها عشان يبقى ونترحم عليها وإيه مش محجبة فرد قال لي لا ده الحقيقة غير كده لإن بيتم تسوق هذه الصورة في أمريكا وفي كندا فصعبان عليهم يسوقوها على إنها مش محجبة فعلشان الغرب بيقول عدد المحجبات كتير يعني برضه متجرة بالزي والبعض لما بيحاول يتاجر بهذا الزي بيقول إن ربنا يعلم ما لا نعلم وده حقيقة ويعلم خلقه وده حقيقة ألا يعلم ما نخلق فيجي يقول إن ربنا أمر بالحجاب المرأة لحمايتها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابي بهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفره ورحيمه فيقولك شوف أنت بتحمي نفسك من الذباب زي ما بعض الفيديوهات طلعها بتحمي نفسك من الدبح فصار إذن أنت أمام الحجاب يمنع من الدبح المتجرة بس شفت بقى الحجاب أخذ كم مرحلة يا أستاذ عمر واحد هيمنع من التحرس اتنين هيمنع من الدبح ثلاثة بقى أنت عليك زي الخطاب الدين الرسمي اللي بيطلع يقول كده اعترفي بأنك عاصية وخروجي من غير حجاب بس المهم تعترفي أنك أنت عاصية تعترف لمين لأن تعترف لمين ده سؤال جميل أوي لكن شفت قد إيه زرع فقد ثقة المرأة في ذاتها وأنها لا تعرفه كيف تلبس وأن لبسها محدد بالفتوى ولو خرجت عن هذه الفتوى يبقى أنت لازم تقتنع بأنك عاصية عشان تخرج دايما مجروحة المرأة تخرج دايما حاسة كده أنها مذنبة أنا هسأل سؤال بقى لمن ذكر ذلك في جهات رسمية لبعض الأفراد والبيانات نزلت لما المرأة تنزل وتشعر بأنها عاصية يعني أنتوا عايزين تخلوا بناتنا اللي مش محجبات يبقى عندهم يحسوا هما نزلين كده أنا نازل الشارع عشان أعصي ربنا طب هل المرأة اللي غير محجبة جوة قلبها تعلم أنها عاصية لله ولا تعلم بأن أنا مش مقتنعة بأن ستر الرأس مثلا يكون فرض ديني ولكن أنا فهمت أن الحش ما هي الأساس هل من حق المرأة أن تفهم ذلك ولا ليس من حقها وطلق الله بقلبها ولا بقلب غيرها ولا تخزيني يوم ما يبعثون يوم ما لا ينفعوا مان ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم طب انت عارف سيادتك الآية اللي احنا ذكرناها دي لا تتحلق بالرأس يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين ولا يفعنا فوق يدنين الجلبات كيف يلبس الجلباب مش من عند الرقبة وعند الكتف وانت نازل الآية بتقول وانت نازل ولا انت طالع فوق لو انت نازل إيه داخل دي في الحجاب إيه داخلها في الحجاب لا هو الحديث بتاع الوجه والكفين طب قبل ما اقول الحديث الوجه والكفين يعني هو ده مش هو ده النبراص والمنارة قبل ما اقول هذا الحديث افكر حضاك افكر من استخدم هذه الآية من أجل غسيل مخ المرأة بآيات قرآنية في سبط العرف يا بني آدم يا بني آدم تصلح للذكر الأنسى ولا للذكر بس لا كله هن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشوفوا النار يحلوا المسجفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين أعملوا فحيطوني خاصة من القيامة كذلك نفسه يقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي بغير حق يعني ربنا بيّنه الفواحش المحرم إيه لازم كل ناس تفقه وده اللي بالنادي به كل إنسان لازم يفقه دينه وده اللي قاله الإمام الشيطيبي اللي قال كل أحد فقهه نفسه لما أنت تبقى فقه نفسك محدش هيفتأت عليك أليست هذه آيات ربنا مخاطب بها الرجال والنساء على السواء طيب هقول لك حديث آخر في البخاري يا مسلم شوف عشان تعرف الرحمة أيام النبي إيه عشان تعرف الدين السمح أيام النبي إيه في صحابية جليلة اسمها سباعة بنت الحارث الأسلامية سباعة دي كانت مجاوزة صحابي جليل اسمه سعد بن خولها هذا الصحابي الجليل له شأن لإنه شارك فيه غزوة بدر وسيدنا النبي يتكلم عن المشاركين في غزوة بدر اللي على الله قد طال عليهم اعملوا ما شوتهم قد غفر الله لكم لإنه كانت أول طبعا حرب وكان حياء أو موت وجود أو عدم المهم سعد ابن خولة ده جوز سباعة الأسلامية راح يحج مع سيدنا النبي في حجة الوضع سيد العشر هجرية مات كانت مراته حامل سباعة بنت الحارث الأسلامية كانت حامل فوضعت حملها بعد وفاته بليال يعني بليال تلت اربعة تيام فيه رواية تانية بتول خمشهر اليوم مش فيه رواية تانية بتول أكثر من ذلك بقليل فلما وضعت قالت فتجملت للخطاب ملي يقول كده هي هي أخذ القرار بنفسها حرية المرأة أيام النبي كانت لها حرية تاخذ القرار تتجمل وعشان للخطاب هي اللي بتقول كده أيوة بعد من راجل مات بخمسة شريو فكان في واحد بيحبها وهي ما بتحبوش اسمه ابن بعدك فدخل عليها فدخل عليها وقال ما أراك إلا وقد تجملت الخطاب والله إنك لن تحلين إلا أن تنضي أربعة أشر وعشر ده ليس ما يدر عليك لازم قال فترة بتاعت فقالت فجئت في آخر اليوم ووضعت ثيابي علي وتوجهت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله حدا سكيت وكيد فقال لها قد حللتي فانكعي من شئتي أيوة طبعا لن لسه مخلفها اللي عدة خرصت جدا اللي مصر واخده به في القانون حوالي الشخصية بالمراسل لأن في قولي تاني لعربنا أبي طالب وسحنون من الملكية أبعد الأجالين اللي هو أربعة أشر وعشر طيام أو وضع الحمل فمصر واخده بمذهب الجمهور إن عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها بوضع الحمل بالزبط فسيدنا النبي هنا هل انتقدها في مسألة التجمل التي تجملت لا خالص طب أنت عارف مفاجأة إن آية الخطبة لما نيجي نتكلم عن الخطبة خطبة الرجل للمرأة آية الخطبة عندما تأتي المنطق اللي احنا فاهمينه أولى بها الذين لم يتزوجوا ولا الذين سبق لهم الزواج لا لم يتزوجوا مظبوط يعني ده الغالب يعني يفرحهم زي ما غيرهم فرح واللي سبق له الزواج لما يجي يخطب يعني ما بيعملش فرح كبير زي اللي فات مظبوط طبع إيه رأيك إن آية الخطبة التي جاءت في كتاب صوت البقرة جاءت بمناسبة المرأة التي مات عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرين وعشرة الآية اللي بعدها أطول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به في فترة العدة ربنا نص على إن ممكن تعرض بالخطبة بس ما تصرحش بالخطبة لأن ده في فترة العدة هيعرض بالخطبة إزاي من غير ما يكون فيه وجه للتعرض بالخطبة والتعامل مع المرأة بإنسانياتها وكرامتها ده فيه طبعا تقرب ومعرفة وكل شيء أما الحديث اللي حدك بتذكره الوجه هو الكفاية ده حديث رواه أبو داود وأبو داود مات 275 هجرين إيه ها؟ سيدنا النبي مات 11 هجرين هذا الحديث لم يدون في أي مدونة حديثية قبل أبو داود يعني بعد 190 سنة 275 منهم عشرة 265 264 يعني هذا الحديث لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بـ 268 سنة أيوة اللي هو الحديث العمدة في موضوع الحجاب وهو الوحيد العمدة عن خالد تاني حضرتك حضرتك بتقولي أن حديث الحجاب الوجه والكفين اللي إحنا يعني بنحتكم ليه لشكل الحجاب لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول لم يظهر أبداً 250 سنة على الأقل لأنه هو عشان يكتب مدونته قبل أن ينبوت وعشر سنين والعشرين سنة مثلاً 240 سنة بقول متين بنجيب مروية فات عليها 240 سنة 200 على رأيك وكان أميناً من اللي أمين؟ أبو داود في سننه قال عن خالد ابن دوريك وبتمنى كل المشاهدين معتش العلم كتماً على حيط جوجل على طول جوجل عن خالد ابن دوريك عن عائش أن أسماء بنت عبو بكر الصديق دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت فأعرض عنها ثم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجيه وكفيه قال أبو داود فوراً فوراً يعني هذا وهذا نقطة وقال أبو داود خالد ابن دوريك لم يدرك عائشة مرسل خالد ابن دوريك لم يدرك عائشة يعني ابن أبي داود الذي روى الحديث عن حد أيوة وقال إن الحد دا لم يدرك ستين عائشة اللي ما نقول عنها الحديث أيوة فاند دا مش حديث ضعيف بقى أكثر من ضعيف لأن فيه عبين أو أكثر من عبين إنه مرسل اتنين إنه منقطة معايش السؤال المنطقي إحنا إزاي متمسكين بهذا الحديث دا يعني أنا رأيي إنه يعني كل النساء تحجبنا تبقى لهذا أو يعني تبقى للموضوع دا هو حضراتك الحديث كثير من الأحديث ضعيفة وإحنا ماشينا على أساسها لأن فيه مبدأ فقهي إن إحنا بنمشي على الظن ويجوز أن نمشي على الظن إذا لم نجد القطع فإذا لم نجد القطع يمكن أن نتبع المسألة الظنية بحسب قراعتنا طب ما خلينا بس ما ننسبش الرأي دا لله وللدين لا ما خلينا نبقى يعني عندنا بعض الحماس التاريخي بصرف النظر عن الحديث وقوته وضعفه أو حديث أحد أو فيه عيوب أو أو خلينا نعمل زي اللي هو فكرة السلف الصالح ماشي في وقت الرسول مش كانت النساء تتحجبنا كانوا في عرف يتعاملون بعرف ولا دخلة للفتاوى فيها مرة تانية كانت تعامل عرفيا لأن الله عز وجل يكرم الإنسان بإعطاء الإنسان سلطته على نفسه فالمجتمع سلطته على الحضر هذكر النساء اللي كانوا موجودين في عهد الرسول والصحابة طب هذكر لك حديث عشان يعني يعني ينور في الموضوع المنطقة دي وبعدين أجاوب على السؤال حضر حديث روال إمام أحمد وأصحاب السنة و يعني كثير من أصحاب السنة المختلفة إن عقبة ابن عامر كان بيحج مع سيدنا النبي وبعدين مع أخته فسيدنا النبي مر فوجد أخت واحد امرأة ما يعرفهاش لسه ناشرة شعرها حفية تمشي على قدميها مش ركبة مع أحد فقال ما شأنه هذه قالوا إنها أخت عقبة ابن عامر نظرت نظرت أن تحج بهذه الصفات ناشرة شعرها قالت إنه ندر علي لو حصل كذا وكذا هحج وأنا شعري مزدل وحافية ونفزت أخوها وقف قدامها حد من الصحابة وقف قدامها لحج النبي اللي لمح هذا الأمر وقال ما شأنه هذه فقالوا إنها نظرت إنها تحج مشية وحافية وحاسرة شعرها حاسرة رأسها على رواية وناشرة شعرها في رواية تانية فقال في رواية إن الله عن نذر هذا لغني عن هذه لغني مروها فلتركب ولتنتعل ولتخمر شعرها وتخمر رأسها ولتهدي هديا تهدي هديا ليه عشان النذر عشان النذر لأن النبي بيقول كفرته يمين كفرته النذر يعني واحد نظر لله نظر ومش قد تنفيذ يقوم يكفر عن زي كفرته يمين عن نذر زي ما ناس كتير بيتدي نذر لله عز وجل في عمره طويل بما تقدرواش عليه فيما بعد وبيتحرجهم أو يدي نذره مع ظروف لم تسمح بتنفيذه فسيدنا نبي حل المشكلة في فتوى أخذ بال إن رحمة كفرته النذر كفرته يمين كفرته يمين محجبة سليم دي سقة تعال بقى شوف الآيات الكرآنية المتعلقة بالإنسان يعني يرجع للنقطة هولها 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 قد أنزلنا عليكم لباسا يوري إيه سوءاتكم حدد السوء أو حتى مفهومنا للسوء مختلف مظبوط لا هاوصل إذن ربنا ما حددش السوء من الذي يحدد السوء اللي يسيأك فيه أنا أخبيه واللي يسيأني فيك أنت تخبيه مظبوط طب في المجتمع ما يساءه في المجتمع فالحكم حكم عرفي ولا لا حكم مجتمعي أكبر دليل إيه أكبر دليل لا يوجد نص في عورات المحارم ولا يوجد نص في عورات المرأة مع المرأة كل ده ولا يوجد نص في عورات الأطفال وخاصة المراهقين اللي سنة عشر سنين واثنشر سنة بنحكم بننتحكم فيها لإيه للأعراف القواعد من النساء التي لا يرجوها نكاحا فليس عليها نكاحا يضعنا فيها بهن غير متبارجات بزينة الأمر يرجع يتحكم فيه للعرف من اللي يقول دي امرأة قاعدة ولا دي امرأة غير قاعدة يطلع بقى فتوة من جهة معينة وندي لها شهادة أنت قاعدة ولا الإنسان هو اللي بيتعايش عرف المجتمع عرف المجتمع فصار إذن أحكام العورات أحكام عرفية والأحكام العرفية دي انتهوا الفقهاء يعني الفقهاء اللي عندهم أمانة قالوا إيه قالوا بإن ستر العورة فريضة ستر إيه العورة فريضة قالوا الحجاب فريضة اتحرفت العبارة دي من ستر العورة فريضة إلى إن الحجاب فريضة لا وهو شعر المرء عورة ولا لا بقى ما إحنا كده أنا جايب معايا كتاب بلاية المجتهد وحناية المقتصد ابن الرشد ستر العورة لا يدرس في الكتب الفقه إلا في شرط من شروط صحة الصلاة إحنا معنا غلف الكتابة هو 4-4 سنة 75 أيها فندي بيقول إيه با اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ستر إيه العورة ولا ستر ولا الحجاب النص يقول إيه ستر العورة فرض بإطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا وكذلك اختلفوا في حد العورة في الرجل والمرأة وظاهروا مذهب مالك أنها من سنن الصلاة ستر العورة من سنن الصلاة عند مالك وذهب أبو حنيفة والشافعي طبعا وأحمد إلى أنها من فروض الصلاة أقصد بهذا النص أن فقهاءنا قالوا ستر العورة فرض إيه رأيك ستر العورة فرض دي لو سألت واحد بوزي يقول لك آه سليم لو سألت واحد مسيح يقول لك قصح لو سألت واحد يهود يقول لك قصح لو سألت واحد لا دين يقول لك قصح إزاي العورة ده عورة إذن ستر العورة فرض لكن الحجاب اللي هو اغطاء الرأس هل الرأس عورة ولا ليس عورة نحكي بقى كلام الفقهاء الفقهاء قالوا أن التعامل الحرة كان غير الأمة وانتعرف أن الإماء تم إلغاء التعامل بالإماء من حوالي 70 سنة سنة 48 يعني إحنا قبل ذلك الإماء كانت موجودة وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل قريب العهد الإماء نسبة عالية تصل إلى 20 و 30% من حياة المجتمع المرأة المملوكة دي ملاش عورة غير مرسول الرقبة باقي جسمها مش عورة وهي امرأة أنثى بيتم التعامل معها بهذا الوضع فعشان كده كانت الحرة تتميز بالحشمة أو تتميز بوضع ثياب أكثر حشمة من هذه المرأة من الأمة فكان المنطق في التعامل مع المرأة الحرة بأعرافهم وتعاملاتهم واللي خلى سيدنا عمر يضرب الأمة لما تشبهت بالحرة في لبسها وهي متوجهة للخداء لأنه ما كانش زمان مراحيل في داخل البيوت أو في صرف صحي في المنطقة السكنية فكان أماكن بعيدة للخلاء البعيدي عشان تقدر تقضي حاجتها فكان ده التعامل العرفي فلما كان التعامل العرفي يبقى القرار قرار عرفي ولا القرار قرار ديني بقيت بقى جملة الحجاب وفرد هي جملة فقهية ولا جملة كرآنية فقهية لما هي فقهية صدرت من فقه أنت مقتنع بها تنسبها لنفسك قول الحجاب فرد فيما أراه لما هتقول الحجاب فرد فيما أراه الفتوى دي تلزم الآخر أي فتوى صدرت من كبير الفقهاء تلزم صاحب الفتوى ولا تلزم غيره ده بانتفاق كل أهل العلم أرجع الثاني وأسأل تاريخيا ده أنا بنتكلم على العرف مش بنتكلم على الشريعة ولا الفقه أيها يا فندي رسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في وقتهم كانت المرأة تغتي شعرها أو لا تغتي شعرها واضحة السؤال ده إجابة عرفية كانت المرأة تستر وتخفي شعرها ولا تظهره إلا بقرارها وما كانش حد بيلومها ولا يعتبها آه يعني معلش أناسف يعني أنت عايز تقولي أن في عهد سيدنا أبو بكر أو في عهد سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية كان من حق المرأة أن تمشي في الشارع كشفة شعرها في الدول التي استخذت الدين السياسة كان بيفرض عليها الرأي الفقه السائد في عهد سيدنا رسول الله كانت المرأة حرة طليقة تأخذ قرارها حيث تشاء وتتعامل عرفيا والعورة يتم تحديدها والتعامل فيها عرفيا في أعراف المجتمع المرأة سيدة نفسها وربنا أبعش لأجل هذا ربنا قال إيه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم من أبصارهم فأنت عندك الأمر بالغض ما قالش الأمر بالمنع النظر وده اللي خلى الإمام النووي اللي مات 676 هجرية قال بأن ستر العورة أو النظر للعورة حرام للغير وليس حرام للذات أي حرام لما يترتب عليه من إساءات أو من شهوة أو من خطيئة أو من شرور ليس للذات وأكبر دليل طبيب بالنسة اللي بيقوم بالتوليد والأطباء اللي بيقوموا بالكشف الطبي للسيدات والتعامل وأي امرأة تمشي في الطريق ولا تقع وأنت بتعمل إيه لما بتلاقي امرأة أمامك وقعت بتقوم بتنقذها ولا تقول لها أنت يا عورة مالاشا أنظر إليكي فأنت أمام التعامل مع المرأة كما قال الإمام النووي العورة النظر إليها محرم لغيريه لا لذاتها ولهذا أمر الله بغض البصر ولم يأمر بمنع البصر فأنت عندك أبو حنيفة قال في قوله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمُنَاتِ يَغْضُنَ مِنْ أَوْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فِرُجَهُنَّ وَلَا يُبِدِيْنَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا طبعا أنا عايز يعني أي مواطن يفسر ويقول إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا لِيْا إِيْا ربنا نص ربنا ما نصش هنرجع لتفسير مين المفاسرين تفسير المفاسرين حطوا تلت كلمات من أجل لما يكون النص مجمل أضيف عليه كلمة من عندي من أجل بيانه وتوضيحه وَلَا يُبِدِيْنَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا عُرْفًا تمشي وَلَا يُبِدِيْنَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا حَاجَةً تمشي وَلَا يُبِدِيْنَ زِينَةَ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ضَرُورَةً تمشي يعني أي كلمة من دي من اللي أضافت كلمة المفاسر علشان يحاول يجيب معنى فلما تقول إلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ضَرُورَةً هتاخد بقى برواية عن ابن عباس إن كل الجسد عورة ولا تصر إلا عين واحد ضرورة ده الضرورة بتاعت أكتر من كده ما فيش ولو قلت حاجة هتقول كل مفاسر كان له العين اليمين مع الإيد الشمال العين الشمال كله عكال ليم في تفسير لما يجي أبو حنيفة ويقول للقدمين مقدرش أقول عليهم عورة جابها منين والحديث المستند إليه الواجه والكفان جاب منين للقدمين يجي تلميزه أبو يوسف اللي معصره ومات 189 هجرية قال والذراعين كمان جاب منين الظراعين يستثناء الظراعين إذن فكها في حاجة أي ما تحتاجه المرأة إذن أمامك باب مفتوح ولا مغلق طب خلينا أمام باب مفتوح بمعنى إذا المرأة اللي تقول دحكتي أنا أخرج رأسي عورة رأسي دي زي جزء السوق طب خلينا نطلع بفاصل إعلان ونرجع تاني ونكمل في هذا الأمر جالنا دلوقتي خبر هم جدا ويمكن أول مرة حضراتكم حتسمعوا الكلام ده وخاص بينا يعني قال الفريق كامل الوزير أنه بتوجيه رئاسي سيتم حل مشكلة الطريق الساحل الدولي وأن هناك لجنة قامت اليوم بمعينة المشاكل الموجودة على الطريق وجاري التعامل معها بشكل فوري مرة أخرى قال الفريق كامل وزير وزير النقل أنه بتوجيه رئاسي سيتم حل مشكلة الطريق الساحل الدولي وأن هناك لجنة قامت بمعينة المشاكل الموجودة على الطريق وجاري التعامل معها بشكل فوري ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في أول برنامج يا جماعة قلونا إيه الموضوع وبتعمله إيه نبقى معاك بقى نفهم يعني إلى أين نسير ولأ أين ده شيء عظيم ومدام فيها الوزير كامل وزير يبقى إحنا متطمينين إنه بيتم اتخاذ الإجراءات السليمة شيء جميل وحاجة بتهدي الرأي العام وبتقول للناس إيه اللي بتعملوا إيه الحكاة والموضوع ترجمة نانسي قنقر